النقطة التانية والمهمة جدا برح قلت لحضراتكم ما يحدث داخل لجنة الحكام من تعليمات صارمة واندباط فرضها فيتور بيلو بيلهاء بريرا رئيس لجنة الحكام وقلت يا رب يكمل على كده طيب بريرا النهاردة رفض تماما أي تعاون مع الحكام الراصبين في اختبار اللاقة البدنية وهم زي ما حضراتكم عارفين خمس حكام كانوا بيحكموا مباريات كثيرة جدا في الدور الممتاز وقال انه خلال ثلاث شهور هيعمل اختبار تاني ولما ينجحوا هيعينهم في الماتشاط بصراحة رائع لو انا معرفشهم يعني انا عارف طبعا الخمس حكام ولكن مش فارق معايا اسماء الحكام انا اللي فارق معايا المبدأ نفسه ان انا عندي او رصبت في اختبار البدني لا ما ينفعش تحكم حضرتك وجهة نظري لما عندما يعاد الاختبار مرة اخرى تفضل حضرتك وكسبت الاختبار تفضل وعيش وعمل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه فهو رفض تماما اي اختبار اي اختبار يتم بعيدا عن معرفته وقال انه مش هيعترف بنتيجة اي اختبار الا الاختبار اللي حيعمله للحكام الا الاختبار اللي حيعمله هو بريرة للحكام طيب هل الدنيا سهلة كده وبسيطة لا حسب معرفتي وحسب مصادري انه في ضغوط عنيفة على بريرة علشان يتراجع عن هذا القرار ويعمل لهم اختبار من بتوع زمان ايوة بتوع زمان اللي انا اتكلمت عنهم من بارح ويرجحهم للتعينات في المباراة القادمة حتى هذه اللحظة بريرة مصمم على موقفه لحد دلوقتي من قوة اللحظة اللي انا او قبل ما اخش يعني مازال بريرة مصمم على موقفه وانا بحييه على هذا الامر اتمنى ان اتحاد كرة القدم يترك لبريرة حرية العمل وفقا للائحة الحكام اللي هو وضحها وتم اعتمادها في اغسطس الماضي الاندباط والثواب والعقاب هم اللي حيعملوا او هم اللي حيعلوا من وضع التحكيم ويطوروا مستوى الحكام اعتقد ان مش مستوى الحكام بس اي منظومة فيها ثواب وعقاب هي بتبقى منظومة نجحة بكل المقايس هاي البريرة الغيط دلوقتي لو غير كلامه بكرة حقول لحضراتكم اللي بيحصل في هذا الامر